متابعيني جميعا على قناة كل يوم موقع جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة حنتكلم عن تطبيق جديد من تطبيقات كنفا بيحول الصورة بأي فرمات سواء كان جي بي جي أو بي ان جي إلى ذكتور اس في جي ممكن تعمل عليها ايدت تغير الكالر مثلا على سبيل المثال ايه هو الابليكيشن بتاع النهاردة ابليكيشن النهاردة اسمه تريسر علشان نقدر ان احنا نستخدمه بنخش على الابس معلش انا بشرح ايضا النهاردة من الموبايل اعتقد ان دي حتكون فرصة كويسة اللي بيستخدم كنفا من الموبايل حبتدي ان انا اروح لتريسر حلاقيه في الفيتشر يعني انا ممكن اروح ابحث عنه في الكنفا اابس وانت اول ما حتروح للابس هتلاقيه في الفيتشر ابليكيشن يعني الابليكيشن الجديدة اللي كنفا منزلها لو رحت اخترت تريسر اللي هو الامج كونفيرتر هنا بيقولي ان انت تريسر ترفع اي صورة بأي فرمات ويحولها الى فيكتور بعض الناس ايضا سألتني عن موقع بيحول الصور الى فيكتور شكل عام حينفعك جدا هذا الابليكيشن عشان تعمل عليه ادت حبتدي اقول له اوبن وابتدي ان انا ارفع الملف بتاعي اللي من المفترض ما يكونش اكتر من 4 ميجا بايت هنا حقول له تشوز فايل رفعت صورة بالذكاء الاصطناعي زي دي كده تحولت من صورة كانت ملونة بالألوان الى فيكتور بالشكل ده وتقدر ان انت تتحكم في تفاصيل الصورة علشان تبين من خلال من هنا زي ما احنا شايفين كده او كده تقدر ان انت تأجست الصورة عشان التفاصيل بتاعت الصورة تكون واضحة اكتر وتبتدي تعمل add to design تبتدي ان انت تعمل الادت اللي انت عايزه على الصورة بتاعتك الصورة ممكن تغير الالوان بالشكل ده للناس اللي عايزة تحول الصورة الى فيكتور اعتقد ان هيكون الابليكيشن ده مناسب لها من الحاجات اللي ممكن انا استفيد بيها في تريسر وهي تغيير لون اللوجو عشان نطبق الموضوع ده بشكل عملي هنا لو انا رحت الابلودز ومن ابلودز رحت رفعت اللوجو هرفع لوجو وليكن اللوجو ده لو انا رحت للابليكيشن اللي هو تريسر هروح لتريسر هتلاقيه موجود من ضمن الابليكيشنز اللي هتبقى ظهر عندك مش هتحتاج تدور عليها طالما انت واردي دورت علي قبل كده وعملت له سيرش هنا هتبتدي تختار اللوجو بتاعك عايزك بس ايه تشوف هنا ان ده اللوجو القديم انا هنا عايزة اعمل تريسلي السيليكتد لوجو بتاعي ده تريسلي السيليكتد لوجو وحبتدي ان انا اقول له add to design وعايزك تلاحظ هنا انا هعمل ايه انا عايزة اغير اللون الاسود ده خالص اللي موجود في اللوجو من غير ما تتأثر الريزوليوشن والجودة بتاعت الصورة بتاعتي في الحالة دي هتيقف على الفيكتور اللي انا حصلت عليه من تحويل الصورة وحبتدي ان انا اغير اللون وليكن مثلا انا عايزة اخلي اللون الاسود باللون ده زي ما احنا شايفين ده بالنسبة لي application النهار مهم ان احنا نتكلم دايما عن اي application بينزل على canva واتمنى ان احنا نكون بنقدم كل اللي بيفتكم ودايما نكون متابعين كل جديد خاصة مع جرنام ال canva اشوفكم فيديو قادم باذن الله تعالى على قناة كل يوم موقع جديد وزي ما بقول لكم في نهاية كل فيديو بتنساش تعمل سابسكرايب للقناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد لو كنت بتشوفنا الاول مرة ولو كنت من متابعين الاعزاء تنساش اللايك والشير والكومنت دمتم في رعاية الله اشتركوا في القناة